من جديد يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام القضاء التهمة هذه المرة التآمر على أمن الدولة تهمة وجهت إلى ترامب على خلفية مساعده لتغيير وقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 لائحة اتهام رفعها المدعي الخاص جاك سميث أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن لائح اعتبرها مراقبون التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة لترامب في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها العودة إلى البيت الأولى لكن في المقابل وكعادته يحاول ترامب مواجهة كل مشكلة جديدة مع القانون بالحديث عن استخدام سياسي للقضاء في محاولة لقلب الطاولة على منافسيه هذه المرة رد ترامب على التهم الموجهة إليه جاء بالتهكم قائلا أنه لم يتلقى دعما بهذا القدر من قبل مطلقا في ظل التطورات فهل تنجح هذه التهم في عرقلة ترشح ترامب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة أيضا ما هي أوراق ترامب من أجل الخروج من هذا المأساق للمزيد من المتابعة ينضم إليه من واشنطن كاتب والبحث السياسي إيريك هام أستاذ إيريك مرحبا بك معنا إذن أنت أمام المحكمة الاتحادية حيث من المتوقع أن يمثل ترامب ما الذي ننتظره اليوم نعم يتوقع أن يكون هنا في الرابعة مثلا بتوقيت واشنطن العاصمة كما ترين هناك الكثير من الرجال ونساء الأمن حول محيط هذه المحكمة هناك ما يشبه إغلاق لهذا المحيط وترامب سعيد على ما يبدو في التواصل مع المحكمة لكن كان يريد أن يفعل ذلك عن بعد ولكن هو سيدلي بتعليقات لاحقا في المطار بعد أن يرحل من ناديه في نيوجيرزي طيب بالنظر للائحة الاتهام المقدمة بحقه تضم ربما أكثر من 45 صفحة وعدد من النقاط إلى أي مدى هي خطيرة حقيقة أستاذ إيريك ويمكن أن تهدد فرس ترامب بالمنافسة للعودة للبيت الأبيض بالتأكيد فرص تتبيت التهم عالية وعندما نقرأ لائحة الاتهامات هناك اتهام بالتآمر وعرقلت إجراءات رسمية اتحادية وكذلك هناك اتهامات في الولايات أخرى ولذلك هذا يعني أنه إذا دين سيكون هناك سجن للسنوات وهذه المرة لائحة الاتهام مختلفة عما كان عليه الحال في فلوريدا بمسألة الوثائق السرية لأنه في هذه المرة كان هناك لوم لذلك القاضي الذي عين من أوباما وأن هناك متاردة له واللوي لذراع الحقيقة ولكن الآن هناك مسألة متعلقة باقتحام الكونغرس وهذا القاضي الآن قد يفرد بعض العقوبات القاسية وسنرى كيف سيؤثر ذلك على دونالد ترامب في اليوم سنرى ما إذا كان هذا القاضي جاك سميث سيكون راغبا في التأجيل أو التعجيل أو يقوم بتوجيه تهم قاسية على ترامب ولكن أستاذ إيريك لدينا محقق الخاص يعني سبق وكشف أنه يريد محاكمة بلا تأخير في هذه القضية إلى أي مدى هذا يعقد أيضا الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما اتجهت الأمور إلى محاكمة بالموازات مع الحملة نفسها نعم أنت محق نعرف مسبقا أنه في حالات مثلا مثل دفع المال لإسكاة ممثلة إباحية نعرف أن ذلك يتابع في 2024 وكذلك الآن نعرف كذلك أن القضية الأخرى لها تاريخ في مايو 2024 ولذلك قد يكون هناك بعض التعقيد في الحملات مع ذلك كل هذا قد يجعل ترامب يخد حملة بشكل أقوى لأنه نجح في المرور من محكمة إلى أخرى ذات تشريعات مختلفة وتفادي الدخول إلى السجن وكذلك خوض الانتخابات الرئاسية برأيك أستاذ أريك هناك نوع من تسييس القضاء لأن ترامب في آخر رد فعل له قبيل مثول وقال أن هناك استخدام للقضاء كسلاح في وجهه وضده هل الأمر كذلك حقيقة كله في سبيل عدم وصول أو عودة ترامب إلى البيت الأبيض وفق أجندات أو منطلقات خاصة وشخصية حتى داخل قضاء والمحققين الخاصين نعم هذه سردية ورواية تكرر هنا ليس فقط من قبل ترامب وإنما من قبل أنصار وعلينا أن نكون واضحين الكثيرون يعرفون أنه كانت هناك شهادات عديدة وكثيرة من قبل أشخاص إما عاملوا مع دونالد ترامب أو كانوا أنصارا متحمسين لدونالد ترامب بمن فيهم مايك بينز نائبه السابق وكذلك عندما نعرف مثلا قضية الوثائق السرية في تلك الحالة بناء على ما تظهر لائحة الاتهام هناك أدلة كذلك كثيرة وخصوصا عندما نعرف أن ترامب احتفظ بوثائق ما كان يجب عليه أن يحتفظ بها ولذلك هذه قضايا ستكون محكمة من قبل هيئة محكمين واسعة ودونالد ترامب سيتعين عليه أن يثبت أنه لم ينتهك القانون وإلا سيتحمل المسؤولية نعم شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والبحث السياسي إيريك هام